عزيز المواطن ما بين أزمة الكهرباء في عز الحر الشديد وأزمة الدولار اللي طايلة كل حاجة في البلد ما نقدرش نقول غير الله يكون في عونك يا مصر الله يعين مصر الله يعين الشعب المصري وزي ما قلنا لكم الأزمات دي مطولة وما تسمعش الحد بيقولك غير كده للأسف المرة دي مش أزمة وحتعدي الموضوع أكبر بكتير أكبر بكتير من السيسي وأكبر بكتير من قدرته على الحل مصر دخلت نفأ مظلم ربنا وحده يعلم هتخرج منه إمتى وإزاي هيسمعوا الكلام كتير من إعلام السيسي وحيشككوا فينا ويكذبونا ويخونونا وحيشتمونا ويبعثوا لنا ناس هنا تعمل علينا أو تنظر علينا وحيقولوا فينا ما قال مالك في الخمر بس مش مشكلة ده مش جديد تعودنا عليه ومش فارق كتير المهم أنكم تعرفوا الحقيقة المهم نعرفكم إيه اللي بيحصل في البلد بجد لأنه واضح أن السيسي ماشي بسياسة حين النهاردة وموتني بكرة مثل بنعبر بيه عن حالة اليأس اللي حصلة في مصر تعبير استخدمه مراد عالي مثلا لما اعتبر أن قرار البنك الأهلي وبنك مصر ترحي شهادات دولارية ده انتحار مالي لجمهورية مصر العربية ومش بس البنك الأهلي وبنك مصر لا بنك العرب الأفريقي دخل على الخط وبيزود عليهم هو كمان البنك العرب الأفريقي يعلن ترحي شهادة دخلية ثلاثية بفائدة أربعين في المية أربعين في المية على فلوس الناس اللي بيحصل ده جنون ولازم تخلوا بالكم يا جماعة شقة أعماركم وفلوسكم هي آخر حاجة قدام عبد الفتاح السيسي علشان ينقذ بيها نفسه وبالمناسبة مش هيسبها بكل الوسائل حيحاولوا يغروكم علشان تروحوا تسلموهم أرواحكم بأيديكم اللي بيحصل والله ما طبيعي وما فيش بنك بيشتغل علشان يخسر لما بنك يوعدك بالرقم ده أربعين في المية تأكد إن الحدية ما بترميش كتاكيت وإنت مش أشتر من البنك ولا عمرك حتكون أنصح منه لأن دي شغلته ولعبته خلي بالك خلي بالكم يا جماعة هتسمع كل يوم عن عرض جديد من بنك مختلف هيحاولوا يضحكوا عليك هيقولوا لكم ده فيه إقبال رهيب ولمنا ما عرفش كام مليار إيه هتصدق الكلام ده ده كله سحر ده كذب ونصب لأن لو خدت الخطوة دي فلوسك في خطر السيسي حاطت عينه على مستقبلك على شاءك على قوت عيالك والإرشان اللي شايلهم علشان يعني لو احتجت لهم ترجع ليهم وقت لو سمعت كلامهم والله ما حد حيسمي عليك ولا حد حيرحمك أنا بقولك أنا بقولك ما تسيبش ابنك من إيدك وترجع تدور عليه زي ما المسأل بيقول وده مش كره في البلد ولا تحريط ضد البلد حاشا لله إحنا لو في ظروف طبيعية والبلد فيها حكومة ونظام محترمين جايين بإرادة الشعب هقولك أقف جنب البلد وساعدها لكن مش دول دول كذبين ونصبين اسأل نفسك اللي معهم دولارات في البلد الحتان الكبيرة حد منهم هيحط فلوسه في الشهادات دي حد منهم حطت فلوسه في بنوك مصرية أصلا كلام كتير ومعلومات كتير دلوقتي بتتردد عن تهريب الأموال برا أنا لا بأكده ولا بن فيه لأني ما عنديش معلومة واضحة أنا بس بحذرك أنت عشان أنت لتهمني من واقع نمازج بلاد عملت كده يعني زي لبنان هنشوف مع بعض دلوقتي إيه اللي حصل هناك وبعدين قبل كلامي وبعد كلامي احسبها حزبة بسيطة وشوف مصلحة النهاردة البنوك السعر الرسمي للدولار واحد وثلاثين جنيه والدولار مش موجود في السوق السوق ده وصل حوالي خمسة واربعين جنيه للدولار الواحد يعني أنت لو معاك ألف دولار وودته البنك هتاخد عليه حوالي سبع متين وسبعين دولار تمام ده لو فضل الدولار زي ما هو بواحد وثلاثين يعني بالحزبة دي في ثلاث سنين ده اللي حيبقى الفرق وده اللي أنت حتحصله ومش أكثر في الوقت اللي فيه لو أنت غيرت الألف دولار ده دلوقتي هتحصل على خمسة واربعين ألف جنيه فالقصة نصباية كبيرة بينصب عليك وعلى فلوسك ليه؟ لأن لو هو أدلك الدولار دلوقتي الألف دولار بواحد وثلاثين ألف جنيه وده لك فوائدهم 8000 جنيه اللي هي تعادل يعني 270 دولار ده على الألف الواحدة يعني أنت استفدت بقى 39 والفلوس بتاعتك عندهم هتقعد 30 سنين بينما أنت ممكن أصلاً الألف دولار دي تجيب لك 45 ألف جنيه دلوقتي القصة أن السيسي مستريح زيه زي الناس اللي سمعتوا عليها بس السيسي مستريح على كبير لا تقول لي مستريح الصعيد ولا مستريح الشرقية ده مستريح على مصر كلها ده اللي حاصل بالضبط السيسي بيلعب بآخر كارت عنده لم فلوس من الناس بأي وسيلة وأي طريقة علشان يسدد الأقصاد في موعدها ويفتح البلد عادي لأي فلوس حتى لو حرام حتى لو غير قانونية ويطمن الناس المجرمين أو يطمن الناس اللي عايز ياخد فلوسهم ويقول لهم إحنا مش هنسألكم على مصدر الفلوس يبقى هدف السيسي دلوقتي الدولار وبس من غير أي تفاصيل